بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد في الحلقة الماضية تكلمنا عن قويس القرني رضي الله عنه أرضاه وقلنا ملمح مهم جدا في حياة قويس القرني إنه مستجاب الدعوة ولما قويس القرني راح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة عمر بن الخطاب قال له ادعي لي واستغفر ليه فقال اللهم اغفر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففيه ناس في حياتنا بتبقى من أهل السماء وفيه ناس من أهل الأرض فيه ناس معروفة في الأرض وفيه ناس معروفة في السماء وده اللي أنا جاي علّق على قصة قويس القرنية بقصة معاصرة قصة حصلت في الحج الماضي قصة مهمة جداً يتبين لنا إن فيه قويس القرنية تاني في حياتنا وفيه عشرات ولكن إحنا مش عارفينه أحكي لكم قصة قرأتها إن فيه ناس معروفة في السماء راجل من صالحين بلغ سبعين سنة جبل معين على بعد مثلا كده 20 متر فوق كده قاعد على الصخور وحاطت كده ايه تندة كده على نفسه ومظلة وقاعد مع نفسه حاجة ايه يعني بشواتي قوي وفي هذا الوقت كان فيه احد الامراء السعوديين بدون ذكر اسمه يعني راجل من الصالحين كان بيحجب فطبعا الراجل الامير ده مش هيقعد بقى على الجبل والكلام ده بيبقى في اماكن فخمة جدا اماكن فارهة يعني فهذا الامير شعر انه هو لازم يطلع من المكان ده مخنوق متدايق لازم يطلع فيه حاجة متدايق من المهم جي الامير ده طلع من الخيام الجميلة دي وانه ماشي مع الناس فلقى واحد على الجبل اللي هو صاحبنا اللي احنا حكينا عليه ده فرجل الامير كده جابته انه هو يطلع على الجبلية دي الصخرية وراح للراجل العجوز اللي بلغ السبعين سنة فالراجل العجوز ده اول ما شاف الامير قال له انت جبتلي اللحمة قال له يعني طالب حاجة من مطعم بتكويه ولا حاجة فالراجل الامير بيقول طبعا هو اللي حكي القصة دي بيقول يعني انا شايف ان المكان ده محدش حيجي بتكويه بفراخ ولا بلحمة فالراجل ده بيسألني كده ليه فالراجل العجوز ده قال له لا انا يعني انا دعيت ربنا من العصر لغاية دلوقتي وكانت ساعة تقريبا عشرة مساء ان انا اكل لحمة وبدع ربنا وانا عارف ان ربنا حيديني يعني قال له لو انت عاوز ساكل لحمة دي سهل ان شاء الله فاجي الراجل الامير ده اتصل بالناس للمسؤولين الناس اللي عنده وقال لهم انا في الحتة الفلانية وبعت اللوكيشن الموقع بتاعه انا في المكان الفلاني هتولي بقى اكل يعني فطبعا جابوله بقى ايه والي 7 كيلو ولا 10 كيلو لحمة ومع الفواكه والكلام ده وجوه من الناس على الموقع وطلعوله بقى الحاجات دي فاجي الراجل العجوز طبعا كله فرح جدا بهذا الامر وكل ده الراجل عجوز ما سألشي الامير ده انت مين ولا اسمك ايه وكلام ده بعد بقى لما كان الراجل ده قال الحمد لله اشكرك يا رب فراجل الامير بيقوله انت يعني مش عاوز تتعرف علي قاله اتعرف عليك ليه انت هتبقى امين يعني الامير من امرأة السعودية انت عبد من عباد الله فالراجل الامير يعني ايه ضحك كده وسكت الراجل كبير يعني فقال له انا يعني بديع ربنا صحة تعالى وربنا بيستجيب دعاء يا رب انت استجيبت دعائي بدعيك يا رب من العصر لغاية 10 واستجيبت دعائي يا رب انا عاوز بقى حاجة صغيرة بس المهمة جدا بالنسبة لي عارفين بقى الناس المصريين بيبقوا عندهم يعني ايه مزاج انا عاوز اشرب شايب النعناع شايب النعناع ازاي بعد الاكلة دي لا بعد الاكل دي عاوز يحبس يعني فالراجل الراجل الامير ده ليه فنفسه انا مش هجيب بقى هشوف هيعمل ايه او عاوز يشوف يعني الراجل ده يعني ايه واصل كده للدرجة دي المهمة الراجل الامير ده بقى قاعد جنبه ومستني شايب النعناع يجيل مفيش حاجة جات فالمهمة الراجل العجوز ده بيقول للامير يعني بيقول له انت محتاج بقى بقية الاكل ده ولا ايه قال له لما لا مش محتاج ولو انت عاوز تخليه معاك كم يوم كده برحتك يعني ده بتاعك فالمهمة جي الراجل العجوز ده شاف كده وفد جاي شكله وفد كده ايه يعني محتاج كان وفد سوري او شيء ما شبه ذلك يعني فندع عليهم فطلعولوا الجبلية كانوا تقريبا مثلا حوالي عشرين واحد فدهم الاكل فالناس بقى زقطاتوا فرحوا جدا ونزلوا عند الجبلية تحت كده وفضلوا ياكل وبعد شوية الامير ده شاف واحد معاك كباية شاي وطلع بيه الامير اتخض ايه ده الشاي ده راح فين ها 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 ده فعلا جاي المين للراجل فالرجل العجوز اول لما شاف واحد جاب كباية الشاي قاعد كده وتعدل وقال للراجل شايب اني اناعدة ولا لا قال له اه شايب اني انا انت عرفت ازاي قال له عشان ادعيت ربنا سبحانه وتعالى فاجيه الراجل الامير استغرب ايه الراجل ده شي عجيب جدا الراجل سرب كباية الشاي تمام مية مية وبعد كده قال يا رب انا عاوز مخدة علشان انا مش مش هعرف انام في الصخر ده اول يو اول ليلة دي انام فيها كده يا رب ارزقني بمخدة وكده طبعا راجل الامير قاعد جنبه بيستغرب بعد شوية جوم الناس اللي هم السوريين فكروا كده مع نفسهم قالوا الراجل الكبير ده فوق قاعد ما فيش حاجة الدنيا صعبة جدا عليه احنا معانا مخدات ومعانا حاجات وممكن نديله مخدة بجيه الراجل امير شايف واحد طالع بمخدة طالع الجبل اه المخدة دي رايحة فين رايحة فين جاية فعلا الراجل عجوز الراجل الامير ده حجان ايه ده هو فيه كده جاية جات المخدة للراجل العجوز ده والراجل العجوز نام بدأ بقى هو ينام وقال بقى بقى بيقول لامير بيقول له روح بقى خلاص احنا فضلنا ثلاث ساعات ولا أربع ساعات على الصلاة الفجر قال له بقى توكل الله والله ده عليك قال له لا لا ما تتعيش عليك انا حتوكل الله فالمهم جيه الراجل امير نازل من عالجبل وراح بقى المخيم بتاعه اللي هو بقى الهاي ده وكان معاه اثنين من العلماء المعروفين يعني فقال لهم انا شفت حاجة غريبة جدا فيه راجل حصل معايا واحد اثنين ثلاثة اربعة فالعلماء قالوا لا احنا لازم نشوف الراجل ده ده راجل ده والي من اولياء الله ده احنا احنا بقى نروح نتعلم منه مش هو اللي هيتعلم مننا فبعد اذنك يعني ودينا فعلى بقى ما خودوا نفسهم وراحوا كان خلاص الفجر قرب ان هو يقزن يعني فقابلوا الراجل ده وقالوا له احنا سعداء بيك واحنا فرحنين بيك يعني ان انت موجود معنا فقال فرحنين بيا ليه وهو في ايه ايه الموضوع فقالوا له تعالى معنا يعني اقعد في المخيم بتاعنا ويعني فيه اللي انت عاوزوا يعني قال لهم لا انا ما بحبش يعني ان انا بكون في الحجب ويبقى عندي الفخفاخة دية انا برضو عاوز ان انا الواحد يتعب شوية عشان يشعر بالعبادة اما ان انا اقعد في التكييف وقعد مع الناس ومشعرش بشيء كده انا احس ان انا مش ايه بتعبود بس انا ايه دعيت ربنا ان بس يعني حد ياخدني كده بالاوتوبيس او بعربية يوديني العرفة عشان مش هعرف همش الخمس ستة كيلو دول فقالوا له لا ان شاء الله سهلا احنا نجيب لك يعني عربية وكده العلماء دا لولوا انت مش محتاجك حاجة قال لهم لا انا مش هسألكم يعني بس على ربنا سبحانه وتعال مش بس على عبد قالوا له طيب لو انت احتاجت حاجة يعني قلنا على طول واحنا في الخدمة يعني قال لهم لا بس انتو تتوكروا الله روح توضوا بعشان نلحق نصلي انا هنزل من عالجبلية ونصلي تحت مع بعض وربنا هيسر ان شاء الله نزلوا مع الراجل العجوزة وبدأ ان هما يصلوا الفجر جماعة بعد ما هما سلموا مبشرة لقوا على يسارهم عربية وقفة بتاخد الناس الكبار فقط اللي هما بلغوا ستين سنة فما فوق بتاخدهم عشان توديهم عرفة جي الراجل بعد ما سلم باب الاوتوبيس كان جنبه خد نفسه بشنتته بالحاجات بتاعته بدوه حتى ما يسلم على الناس اللي كانوا معاه اللي هما ادلوا للشاي واللحمة والكلام ده خبه مرة واحدة رجع راجل راكب الاوتوبيس وخلاص الاوتوبيس انطلق فجي الراجل الامير والناس اللي معاه بدأ ان هما يبصوا لنفسهم ايه ده ايه اللي حصل يا خبر ابيض فالعلماء قالوا الامير بص احنا دلوقتي ايه خدنا درس قوي جدا فيه ناس معروفين في الارض زينا كده الامراء والملوك والعلماء معروفين في الارض وفيه ناس معروفة في السماء منهم الراجل ده الراجل العجوزي اللي احنا اصلا مش عارفين اسمه ايه ومنهم قويس القرني رضي الله عنه ارضها حبيت ان انا اقولكم القصة دي القصة يعني اصرت فيها جدا جدا وتعلمنا منها ازا ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء انت يعني مش شرط ان انت دعيت ربنا في الوقت ده فيستجيب دعاء الراجل دعى ربنا من العصر غدس عشر عشان يأكل وبعد كده جاله الاكل انت ممكن تدعى ربنا ان ربنا يديك شيء ممكن تيجيلك في نفس الوقت او ربنا يأجلهلك اسبوع او شهر او سنة او ان ربنا صحيح تعالى يتدخر لك الدعاء الى يوم الايامة لغاية لما انت تقول يا رب يعني يا لاتك ما استجبت ليه دعاءا واحدا انا كنت عاوزك يعني تدخر ليه كل الدعاء بتاعي عشان انا احظى بهذا الفضل العظيم لان انت هتشوف حاجات عظيمة جدا ربنا صحيح تعالى ما حققاش لك الدعاء في الدنيا بس ادخرهولك في الاخرة حاجات عظيمة جدا لان انت مهما هتعيش هتعيش سبعين ثمانين مئة سنة بكده هتموت اما الجنة خالدين فيها ابدا هذا هو المستقبل الحقيقي فعليك ان ان انت تدعي الدعاء ينفع الدعاء نافع لك هيتسجيب ليجي دعاء في الدنيا ربنا هيعطيك في الدنيا ان شاء الله وقال ربكم ادعوني اسجب لكم طب انت بقى مش هترسم بقى السيناريو بتاعك بقى يعني السيناريو ده وحياتك واقدارك بتاعت ربنا انت عليك تاخد بالاسباب من الاسباب الدعاء السيناريو اللي انت رسمه ممكن يبقى هو او شبيه ليه او حاجة تانية خالص عليك ان انت تدعي ربنا لان الدعاء ده حينفعك في الدنيا وحينفعك في الاخرة اي شي حتى لو انت دعيت ربنا ان انت عاوز حزاء جديد لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله صحانه وتعالى على شراك نعلي يعني ربنا عاوز جسمك شوف ازاي ان انت لا تستحي من الله صحانه وتعالى ان انت تسأل ربنا صحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني اسجب لكم يبقى ربنا بيقولك ادعيني علشان اسجيب لك وان الله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاهن غافل وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة هذا درس عظيم جدا خدناه من الرجل العجوز المعاصر واخدناه من ويس القرنية واخرين اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذون وبنا واسرافنا في امرنا اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله